الخبر الأول اللي عدنا عن أحمد حسن وزينب وهل هم رح يتركون لليوتيوب أم هذا الموضوع غير صحيح تماماً فأحمد حسن نزل على حسابة بالإنستجرام ورد على هذه التساؤلات بحيث ننزل استوريات ورد بها عن الموضوع رح نتطارض لكم ياه طيب يا جماعة عشان في ناس كتيرة جداً عملت بعت لنا رسالة هترجعوا وتعملوا فيديوهات زي الأول إمتى إن شاء الله بداية من بكرة هنرجع لكم هنقدم لكم فيديوهات كتيرة جداً هتحبوها على فيسبوك وعلى إنستجرام وعلى يوتيوب وعلى تيك توك هنقدم لكم فيديوهات كتيرة هتحبوها وتنبسطوا بيها إن شاء الله بداية من بكرة فيديوهات كتير بقى وهنرجع لكم زي الأول وحسن كمان بكتير وهتنبسطوا من كل ما نقدمه ومثل ما شفتوا يا حبايب أحمد حسن وزينب مستمرين باليوتيوب فالله يوفقهم يا رب وأكيد طبعاً مستحمسين كل شي قادم من عدهم هذا الشي من أحمد حسن اللي نزل على حسابه بالإنستجرام هاي الصورة واللي كان كاتب بيها عربنا يحفظني فيكم ويحفظك أنتي وإيلين واللي في بطنك طبعاً أغلب الكومنتات اللي جدتي كانوا منصدمين من الموضوع مثل ما شايفين حالياً وصراح ما دري ليش حرقوا هذا الخبر بالإنستجرام ولكن على كل نالف مبروك على الحمل وإن شاء الله تقومين بالسلامة واركول يا حبايب الكومنتات الخبر الثالث اللي عدنا عن مرسال وعن مقطع الجديد وليش هذا المقطع انحدث تقريباً بأول عشر دقائق من نزوله منو لحذفه أكيد بيسان إسماعيل شلون قدرت تحذفه صراحة مادري طبعاً أنا حملت المقطع أول ما نزلت قبل ما ينحدث وراحش شفته وعدته أكثر من مرة وصراحة ملاحظت أي شيء استخدمه لبيسان إسماعيل عم تجر تحذفه غير أنه ذكر اسمها بهذه اللقطة اللي راح أطلكم ياها صفت بيسان فعلاً مادري شون قدرت تحذفه على كلين هو ذكر بالمقطع وحاجة عن قصة الستوديو قصة برلين وانه هو مش جون بيسان قلدته يعني أنا شرحت الموضوع بأكثر من مقطع فإذا حابين روحوا وشوفوهم يعني نحذف له الفيديو أنه الغني أساساً سارئين صراحة أكثر شيء تعلمت بهذا المجال لأنه بعمرك لتستهذيب شخص انحدث مقطعه لأنه دائماً مقطعك راح ينحدث وراه الخبر على السريع اللي عدنا عن أحمد أبو الرب وعن وصول حساب الإنستغرامي للتسعمائة ألف متابع فألف مبروك على هذا الرقم وعقبال المليون طبعاً هو نزل هذا الستوري اللي كحان حاطط فيه فيس حزين شكل موحد بارك لي يا حبايا فباركونا بالكومنتات على هذا الرقم وسوالله هنا وصل نهاية المقطعات من المقطع جاوكم ليس تسعطوا اللايك وشتركوه بالقناة شانياكم فيهد زي من قناة مملكة القصص ومع السلامة